حلقة دي معمولة للجدين والمهتمين جدا وفيها هنتكلم في ثلاث حاجات مهمة جدا اول حاجة ما هو علم الليتروجية تاني حاجة ما هو التقس الكنسي وتالت حاجة ايه هو التقليد الكنسي اهلا بيكم في حلقة جدا من حكاوي ابتية مع صاحب الحكاوي كرولوس كمال اللي عايزين يعرفوا مراحل تطور العبادة والصدوات الكنسية يركزوا معايا كويس جدا في الاول اشتركوا بس معنا هنا في القناة وفعالوا الجرس عشان تتابعوا معنا كل حلقتنا ولو شفتوا الحلقة للاخر وعجبتكم دوسوا لايك عشان الموضوع ده بيفرق جدا معنا هنا في القناة ونخش على طول على اول حاجة ايه هي كلمة لتروجية ومعنى كلمة لتروجية كلمة لتروجية اصلا كلمة يونانية معناها العمل الجماعي والعمل الشعبي اللي بيعود بالفايدة على الشعب بعد كده الكلمة دي استخدمناها في المعنى الديني اللي بتدل على الخدمة الدينية لكن بعد كده بدأت المصالح ده يخش في الكنيسة المصرية من القرن العاشر بمعنى الصلاوات الجماعية اللي بيشترك فيها كل الشعب مع الكهنة والشمامسة بدأت بعد كده تنحصر في معنى كلمة أداس يعني الأداس هي الصلاوات الليتروجية بمعنى صح لتروجية هي الصلاة الجماعية اللي بنشترك فيها كلنا مع بعض في الكنيسة في الصلاة والتسبيح لربنا تاني حاجة معنا النهاردة هو مين اللي حط نزوم الصلاة والعبادة في الكنيسة أول حاجة لازم تعرفها أن السادة المسيح هو اللي حط الأساس والجوهر الأساسي بتاع الأداس وبتاع الصلاوات الكنسية وبعد كده بدأ الأباء يرتبوا الصلاوات ونظم العبادة حسب الظروف اللي الكنيسة كانت بتمر بيها وحسب احتياجات الشعب نظام الكنسي ونظام الصلاوات والعبادة كان نظام مارن فالأباء شافوا الظروف اللي الكنيسة كانت بتمر بيها وكانوا بيرتبوا طريقة الصلاوات والعبادة يعني لو شفنا في الأول خالص هلا أن المسيحية كانت متطهدة وكان الحكم الروماني بيتطهد المسيحية فالأباء كانوا بيصلوا في البيوت والصلوات كانت بسيطة وقصيرة جدا وكانت محتفظة بالجوهر الأساسي اللي تعلمتهم من السيد المسلح لكن في عصر التسامح الديني بعد منشور ميلان ووجود الملك كوستنطين بدأت تبنى كنائز بدأت الصلوات تطول وتكبر وكانت كل منطقة الأباء بيصلوا حسب احتياجات الشعب يعني احنا في مصر كنا بنصلي عن زيادة مية النيل واهتمينا بالزروع والحصاد وكان في مواسم بنصلي لنيل بس مواسم بنصلي من أجل الزراعة وإن هي تكبر وتنمو فالأباء رتبت النظم الدينية حسب الوقت والعصر اللي كانوا موجودة فيه وحسب احتياجات الشعب لكن الأباء احتفظوا بالأساس اللي حطوا السيد المسيح وهنا نخش عن نقطة التالتة يعني ايه كلمة تقس أصلا كلمة تقس هي أصلا معناها الترتيب والنظام اللي محطوط عشان نعرف نصلي فنتقس أو التقس يعني النظام والترتيب طيب هو التقس المهم ده هيخلينا نخش للنقطة الرابعة أهمية التقس أو أهمية التقس الكنسي التقس المهم لأنه بعيشك في جو روحي لما تبقى قاعد في الكنيسة بتصلي مع كل الناس وتشوف الألحان اللي بتتقال والبخور اللي بيترفع الجو الروحي ده أو الجو التقسي ده بيخليك تنم روحيا وتعيش في جو روحي تقدر تقرب لربنا أكتر ونخش في آخر حاجة معانا يعني إيه تقليد كتير بيتهم الكنيسة الإبتية إن هي كنيسة تقليدية ومشي على تعليم الأباء هما من الأباء دول الأباء دول هما الأباء الرسل اللي عاشوا مع السيد المسيح وشربوا منه الحياة الروحية والخدمة الروحية وشربوا منه تعليم هما كانوا عايشين معاه في كل عاجة لما كان بياكر لما كان بيشرب ولما كان بيمشي ولما كان بيعلم ولما كان بيعمل مؤجزات بقوة لهوته فكانوا عايشين معاه فاتعلموا منه شربوا منه الحياة دي ولما السيد المسيح صعد إلى السماء الأباء الرسل فضل تمشي على نفس المنهج والتعاليم بتاعته وسلموها للأجيال اللي بعضهم والأجيال اللي بعضهم سلموها لللي بعضهم لحد ما وصلت لنا فالتقليد هو التسليم يعني انا بديك امانة في ايدك عشان تحافظ عليها وتسلمها للي بعدك زي ما هي فاحنا بنلتزم بتعليم الاباء لان الاباء دول اتعلموا من اللي قبلهم لحد ما نوصل لتعليم السيد المسيح اللي سلمها للاباء الرسل بمعنى صح التقليد او التسليم عامل شبه الاب اللي بيعلم ولاده الحياة وهو عايشها والاب ده بيعلم ولاده بيسلمهم جيل وراجيل وبكده نكونوا تكلمنا معاكم على مدخل وبداية لعلم الليتروجية والصلوات والعبادة اتمنى الحلقة دي تكون عجبتكم ومع السلامة